طب عند النقطة دي تفضل الفنا اللي قدر السنة دي انه يغير جلده زي ما بيقولوا كده ويكسر صورة معينة بالنسبة لكل النجوم سواء السيدات أو الرجال مين النجم اللي انت شايف انه قدر يعمل ده ويغير أنا مثلا في رأيي النجم ياسر جلال اه طبعا فجودر هو يعني ده تحدي كبير بعد مجموعة من الأدوار التاريخية والاجتماعية ان احنا نشوفه في ألف ليلة هي الفكرة عندي ياسر ان ياسر طول الوقت فيه تحديات يعني في لمس اكتاف كان حاطت نفسه في مساحة الرياضة ومساحة ان هو بيقدمه كان مقنع جدا قدم مسلسل شعبي قدم مسلسل نقدر نقول ان هو ليه بعد سياسي اللي هو ظل الرئيس يعني فيه تنوع طول الوقت فيه مسيرة ياسر جلال وصولا الى ألف ليلة وليلة وهي دي اللي فيها تحدي تاني ان هو تقريبا بيقدم شخصيتين هو باني اداء لكل شخصية بشكل منفرد وطبيعة الشخصيتين مختلفتين تماما سواء كانت جودر او شهريار فالفكرة هنا ان الدور نفسه تحدي وانا شايف ان ياسر جلال طول الوقت بغير جلته يعني هو كان كمان عنده خيار صعب جدا فيه الاختيار ان هو يقدر يخرج من عبائة التقليد وعبائة ان هو يطلع صورة جافة او صورة بس بتعتمد على التقليد للاحداث التاريخية اللي عاشها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت كانت فيه فترة حالكة جدا على العكس هو قدم اداء يعني انا شايف ان هو حاوي جدا قدر يجيب روح للشخصية ويحط لها سمات انعكست على الشاشة والجمهور تفاعل معها فبالتالي هو طول الوقت عنده تحديات وهو بيتخطى التحديات دي لان هو في رأيي واحد من اهم الممثلين اللي موجودين على الساحة حاليا الى جانب اسماء اخرى